الآن جاء موعدنا مع الوقف الاقتصادية لنشرة السادسة تقدمها لنا الزميلة شروء ماد الدين شكرا لكما أدى وفاتيمة أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ الخرار بمجلس الوزراء أن مصر اتجهت مؤخرا إلى وضع استراتيجيات تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة لموجهة تحديات المستقبل كما لجأت الحكومة إلى تطوير البنية التشريعية دعما للإستفار الأجنبي المباشر وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي من أجل اقتصاد قومي متماسك يمكنه الصمود أمام التحديات الرهنة والمستقبلية جاء ذلك في العدد الجديد الصادر عن المركز من مجلة أفاق اقتصادية معاصرة وفي مجلة تقدم إطلالة من الأراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين والمتخصصين سواء من داخل مصر أو خارجها قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن المنطقة ستطرح بمناطقها الصناعية عدة مشروعات متعلقة بالبنية التحتية للشراكة مع القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر القادمة وخلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص أضاف جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية حققت استفادة كبرى من الترابط والتكامل بين شبكة الطرق القومية ومشروعات النقل المختلفة أغلقت سوق الأسهم السعودية على ارتفاع لتتصدر مكاس بورصات الخليج وسط توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي للتحدي الأمريكي أسعار الفائدة بمعدل أقل من المتوقع في أعقاب انهيار بنكين وأنهيار المؤشر السعودية سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات متتالية وسجل قفزة بلغت واحداً وثمانية من عشر بالمئة وهو أعلى ارتفاع يومي منذ الثالث عشر من ديسمبر في المقابل هبط المؤشر القطري بشكل طفيف واصلاً تراجعه للجلسة السادسة في مصاعدة مؤشر السوق الأول بالكويت بنسبة عشرين من مئة بالمئة قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني أن العراق ملتزم بالحفاظ على معدل إنتاج النفطي بلغ المائتين وعشرين ألف برميل يومياً بما يتماشى مع معادلات تحالف أوبك بلاس وأضاف الوزير أن العراق مستعد لزيادة إنتاجه إذ قررت أوبك بلاس ذلك لافتاً إلى أن بعض شركات النفط العاملة في الجنوب قامت بخفض الإنتاج ليتماشى مع معادلات أوبك بلاس المتفق عليها قالت وكالة الأنباء الصينية أن الصين أطلقت حملة توظيف سنوية لخريج الجامعات في المدن الكبيرة والمتوسطة من الحجم من أجل تحقيق هدف أكثر طمحاً لخلق مزيد من فرص العمل هذا العام وقال وزير النفط أيضاً وتستهدف الصين توفير 12 مليون فرصة عمل في المدن هذا العام ارتفاعاً من الرقم المستهدف في 2022 وهو توفير ما لا يقل عن 11 مليون فرصة عمل وتسعى الحكومة إلى إبقاء معدل البطالة عند نحو 5.5% هذا العام انتهت جولتنا الاقتصادية وعودة من جديد لكم أدا وفاطيما شكراً لكي شروع